أوردن الحبيبة والدكتور نزار مقديش عن اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين نورتوني في ستوديو نبيل بن ذكري نورتوا لذاع الوطنية الدكتور إبراهيم مرحبا سلمتي 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 أحلام شكرا لكم شكرا على هذا الاستقبال الطيب وشكرا على الاستقبال في المطار وشكرا على الاستقبال في الفندق وشكرا على هذا الكرم كرم التونسيين والشكر لك أنك قبلت دعوتنا وتفضلت بالحضور بحذينا هنا في ستوديو نبيل بن زكري رغم تعب الرحلة وجيتنا من الحمامات حتيت أدباشك وجيت طول على اليداع الوطني يعني هو جزء من المتعة يجب يعني هذه الزيارة الأولى لتونس مرحبا نورت مرحبا بكم وهذا المشوار من الحمامات لهون كان في قمة المتعة لما مريت من الجبل بوقرنين يا الله شو جميل المشاهد في هذا المساء ومشاهد البخضرار شفتها وتونس الخضراء بالفعل تونس خضراء من لما يعني مررنا من قطعنا البحر ودخلنا الأرض التونسية عن جد هي تونس الخضراء آه والله عن جد يعني بحقيقة هي تونس الخضراء مرحبا بيك مرحبا دكتور نزار مكديش مرحبا بيك نشكرك على السلافة هذه والشكر لك أنت أن قبلت دعوتنا وجيت مصحوب بضيف كريم مبجل يعطيك صحة ومشكر للإذاعة الوطنية مع أنت من خلالك أنت على اهتمامكم بالتظاهرة هذه والمعرض الدولي العفو اللي شنسلتوا عليه الضوار هذا هو أنت تخلتوا في الموضوع هذا هو المعرض الدولي هو الحدث اللي من أجل أنتم موجودين معنا في استوديو نبيل بن زكري هات ناخدوا عليها فكرة تقدم هنا دكتور نزار المعرض الدولي هو معرض من ما انتصر على تقيام بيه سنويا تقريبا مؤسسة الدار للفنون بالأردن معانتها السنة في دورة الرابعة وبكل صراحة المبادرة كانت من أعضاء الهيئة ومؤسسة الدار معانتها المنظمين اختاروا السنة هذه أنها تكون تونس وفي إطار التعاون معانتها معانتها حدفين تشكيليين معانتها كانت كما قلتك البدرة من عندهم هما معانتهم هما الطرف الأردني تقصد أي طرف الأردني فبثني المعرض هذي إن شاء الله باش يكون الافتتاح يوم 18 ميه أيوه على الساعة الخامسة مرحبا بيكم توما لذا الوطنية طبعا باش نكونوا موجودين نعم لأنه الحدف بالفعل يقتضي أنه نكونوا موجودين إن شاء الله إن شاء الله آآ باش يكون فيه 26 دولة آآ فما دول العربية شقيقة ودول أجنبية فبني كيف كيف شقيقة آآ باش يكون فيها أكثر من 100 فنان آآ ما تقولوا أكثر من 100 فنان تقريبا أكثر من 100 لوحة قاتل بريسك كل فنان معانت الشارك بلوحة هنا كل سراحة في هدايا يدخل في إطار التبادل الثقافي آآ مع الأهل معانتها في أهلنا في الأردن معانتها في مرحلة الأولى وبقية المشاركيين اللي كانوا فيه فود مثال هناك مجموعة كبيرة من الأخوة اللبنانيين ومن المشاركين الفنانيين ومن مرحلة كيف كيف من دولة الكويت حصلوا معانتها سمينا الدول العربية الموجودة الدول العربية فما الجزائر فما المغرب فما سلطانة عمين فما مملكة المملكة السعودية فلسطين هل هي موجودة؟ فلسطين موجودة موجودة فلسطين معانتها بتبع ان شاء الله معانتها معانتها الأصدقاء معانت الفنانين معانتها الفلسطينيين يستمتعوا كيف كيف في تونس بالنسبة للدول الغربية فما من كندا فما من الهند هذه قاعدة نستحضر فيها ومنا نتوقع حاول نتذكر خطة ستة وعشرين بلد فأتني مذكرهم مش كل ما تبارك الله نسمحوني الأصدقاء والفنانين اللي نسيتها كيك الأسماء ستة وعشرين بلد يمثلوا تقريباً عدة أنحاء من العالم نعم دكتور إبراهيم نحن أمام مأدبة فنية تشكيلية يعني مدارس عدة في الفن التشكيلي طبعاً ستتلقى بداية من يوم 18 جنفي إلى غاية واحد وعشرين واحد وعشرين نعم يعني هي مهرجان فني منقدر نسميها مأدبة مصطلح جميل ولأول مرة أسمعه ولكنه سأستخدمه بعد اليوم أوعدك يا أحلى نعم هذا المهرجان الفني هو مؤسسة الدار اللي تكلم عنها زميلة نزار هي مؤسسة جمعية يعني موطنها شمال الأردن مدينة إربد ويديرها محمد الهزايمة وهو يعني معانا مشارك نعم وهو منظم المهرجان هو يعني زميلته في الإدارة لهذه الجمعية اسمها مرام أيضاً معانا مشاركة إن شاء الله نعم عملوا بجد وبكد حتى يعني وصلوا إلى هذه المرحلة هذا المهرجان هو المهرجان الرابع هو كل شهر مي أو ماي أو خمسة شهر خمسة هذا كل سنة يقيموا هذا المهرجان والسنة كان في تونس وهذا من حضر كل سنة في بلد كل سنة في بلد نعم العام مثلاً كان في تركيا نعم ما يميز هذا المهرجان هذه المرة هو مناسبة وطنية مناسبة اليوبيل الفضل الآن في الأردن هي مناسبة وطنية مهمة وهي إقامة جلالة الملك على العرش لـ 25 عام ومرور 25 عام على توليه السلطات الدستورية نعم هذه مناسبة وطنية يحاول المنظمون أن يجعلوها هي المناسبة التي تلف فيها الوطن العربي ويجمع كل الفنانين تحت هذه المناسبة ويعني أود في هذه اللحظة يعني إلا العرب لم تجمحهم السياسة فليجمعهم الفن إذن نعم هو الفن الذي يجمع الوحدة البصرية والتشاركية الفنية نعم هنا هي الأهم طبعاً الإختلاط والتشارك ما بين الفنانين وروح التعاون يعني كنت أتمنى لو شفت المشهد لما رتبنا الشنتات اليوم وإحنا طالعين المطار ولما كانت الجو حار أصفنا أنت المشهد خلينا في الصورة الصحيح الصحيح يعني كان في شوية ضيق في الباص لأنه كان معنا ضيوف يعني كان محسوب حساب الركاب يكون العدد تقريباً 17 تفاجعنا بـ 24 لأنه ضيوف اللي جاءوا من فلسطين إحنا أصرين أن يكونوا معنا في الباص واللي أجاءوا من اللي التقينا فيهم في المطار وللصدفة يعني ما منقدر هلأ إحنا العرب كلنا أهل فزعة أي ما بيزبط أنك تترك وروح بتاكسي وانت تطلع بالباص وتترك وتمشي أي طبعا طبعا جمعنا الشنتات ما يكفى المكان جمعنا الشنتات في الوسط وقعدنا فوق بعض في الباص ومشينا وكان طريق ممتع للأمانة وكانت يعني وحدة الوحدة العربية شيء جميلة فكرة القومية العربية لما تحسي إخوان إحنا هون جاينا على أشقاء أشقاء وكأننا داخلين على أشقانا اللي فقدناهم من زمان مش جديد إحنا عم نشوف الناس هذولا إحنا كنا معهم في لقاء ما في لحظة ما والآن التقينا من جديد هذا الشعور اللي بيجيك لما تدخل وتتعرف على على الأشقاء التونسيين والأشقاء العرب الآخرين للأمانة يعني شعور جميل جدا زيارة أي بلد عربي وتونس على رأسها شعور جميل جدا ويشعرنا بالفخر هذا الحدث الفني هذا الحدث الثقافي فرصة للتلاقي إذن في قصر خير الدين سينتظم في قصر خير الدين معانتها متحف قصر خير الدين هنا نحب نتوجه بالله بالشكر لبلدية تونس خطرها تقريبا بش يكون تحت إشراف بلدية تونس وبالتعاون معانتها وحتحت إشراف بكل صراحة توزارة الثقافة نشكرها وزارة الشؤون الثقافية كيف كيف معانتها فضاء قصر خير الدين متحف قصر الدين هو كما نقوله الفضاء الأكبر تقريبا لعرض الأعمال ألفينية إن شاء الله هنا بش يكون هو فضاء للقاء مجموعة من التجارب المختلفة البلدين معانتها صحيح معانتها نحن دول عربية ودول أجنبية إلا أنه وراه معانتها فهم اختلافات نعم في التمشي اختلافات في التوجه في الرؤية نعم في الرؤية هذي كليك إن شاء الله إن شاء الله بش نلقاه هال الموزايك هذي معانتها اللي بش نلقاوها في قصر خير الدين هنا نعش نحب نزيد نحل باب آخر وأنه راهو صحيح المعرض هو عنده دور فني بالأساس إلا أنه زاد يدخل في باب الثقافة الصحية نعم على خاطر البرنامج اللي معانتها قدموا بيه الأخوة معانتها من الأردن ومؤسد الدار برنامج معانتها فيه جانب معانتها تاع زيارة مواقع أثرية ممتاز مواقع عندها معانتها مرجعية في حياة التونسي قبل ما يكون معانتها حتى الفنانين واخترتوا المواقع؟ المواقع بش يكون قصر القصر الجمع نعم إن شاء الله القروان بالفسقية متاحة وجامع أكيد طبعا وفهمتني وجامع وقبل نافع بش يكون دار سيباستيان زادا معانتها في الحمامات المدينة العتيقة معانتها اللي بقولوها بلاد العربي نعم معانتها ستكون معانتها زيارة سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد زادا موجود فهمتنياه معانتها بش يكون هنا زيارة اللي برشة مواقع أثرية وسياحية اللي هوما كل صراحة نحب نشكر الاختيار كان من عند أخويننا البردنيين هو الاختيار من عندهم هوما وبالتشاور معانا وحاولنا أنه معانتها ما قصرتوش يعطيكم الصحة نحب بالحق نشكر هنا معانتها صديقنا محمد هزيمة الأستاذ محمد هزيمة على تقريبا معانتها إسراره أنه يحاول أنه تكون زيارة التونس هذه معانتها زيارة ناشحة معانتها خلي الوافدين اللي جايين يروحوا فرحانين إن شاء الله أكيد طبعا إن شاء الله برأيكم السؤال الموجه لك إليكم دكتور إبراهيم دكتور نزار في هذا الزمن المتواتر الأحداث المطلاطي هل مازال الفن التشكيلي يجذب أو جاذب للمتلقي؟ هكذا معرفت وضعتي يدكي على الجرح يا أحلى والله والله طبعا شوف هي الخضية الفلسطينية أنا متأكد هي الشغل الشاغل للفنان العربي الآن أعنا والفن مصدره المعاناة دائما الفن الناجح يكون مصدره المعاناة نحن كشعب أردني وملاسق ويعيش ويرى المشهد الذي يحمل كل معاني الظلم لهذا الشعب الفلسطيني من الطبيعي لأي فنان تشكيلي حقيقي أن يمثل هذه المعاناة في أعمال الفنية ستجدين في هذا المعرض كثير من الأعمال الفنية حتى ليس فقط من الفنانين فلسطينيين حتى من الأردنيين وغيرهم ومن العرب والأشقاء ستجدين المشهد والحالة الفلسطينية تعم هذا الجمال البصري الموجود إذن ماذا تعدون الجمهورة والمتلقي؟ يعني حتى نلف تنتباهه بشيجي للمعرض بالنهاية هي مشاهد مختلفة من فنان إلى آخر ومدارس فنية مختلفة وإيقاعات مختلفة وألوان مختلفة ونوتات مختلفة ولكن هذا الاختلاف كله كله يصب في بوتقة واحدة بوتقة العرب أجمعين إن شاء الله إن شاء الله نيزار دكتور نيزاري نحب نستغلى وجودك معنا ومجديما نتحدث عن الفن التشكيلي قليلا ما تتاح لنا الفرصة وما نجامش نخلي وجودك هكاكة يمشي من غير ما نطلب منك تشخيص لواقع الفن التشكيلي في تونس ما نطلب منك ما نطلب منك مية له وجود من رغم هذا متأكد من رغم لكن في السنوات الأخيرة يبدو أنه الوضع كأنه ترد بعض الشيء من رغم فهم برشة إشكيليات نعم إشكيليات اللي تقريبا الفنان اللي واجهه هو الفنان اللذي يعيشوا من فنه فهمتني أنا كيف أنت تكلمت أنت بتسمت خطر أدايا مع أنت نجموا نعملوا عليها محاضرة لمدة أيام وأسابيع فهمتني يجب نلقاو الحلول اللازمة باش نحيوا سوق الفن في تونس نحيوا سوق الفن راهوا فهمة برشة إشكيليات فهمة برشة قوانين فهمة برشة اللي نجموا نخدموا عليهم ونعطيوا أرياحية للفنان أنه يكون مع أنت هذيك مهنة اللي يعيش منها فهمة قوانين اللي هي تكبل فهمة بني القوانين هذية ما تخليش ما تساهمش وفي كل صراحة مع أنت في التجارب هذية ومع أنت في اللقاءات هذية فهمة استغراب كبير من الأصديقاء اللي هما مع أنت يزورون ونمشي بوله ما يقول شيكي يقولونهم راهوا التونسي الفنان تونسي ما عندوش الحق يبقى عمل المتاور في البرة من تونس راهي إشكالية كبيرة مع أنت أنا يستدعوني في الأردن ونهز معارض كامل معايا فابتني يجي الدكتور إبراهيم الخطيب يقول لي راهوا نحب ناخد لوحة تحب بقولك حاجة أخرى ممنوع أنا خرجت من تونس بترخيص في مجموع الأعمال اللي هما واخدين الصورة متاحهم يزمني نهارة أنه رجع كان خرجت بخمستاش اللوحة يزمني رجع خمستاش اللوحة رغم هما متاعك أما يقعدوا ملك الدولة التونسية تحت تصرفها أنا قلتك ناريك في إذاعة أخرى معانتها زميلة إذاعة لكم قتله براه فما مصطلح في تونس على قدمه معانتها عميق إلا أنه هو كلمة التوراث عمل الفني هو توراث راهوا العمل الفني منجموا نحكيوا عليه توراث كان بعد مرور الزمن يقولوا مئة سناء تحكي معايا نقول لك توراث فابتني أما أقل من خمسين عام وثلاثين عام وعمره نهار وعمره شهر وعمره معانتها براهم نحكيوش على توراث فابتني هذائم الاشكالية اشكال حقيقي اللي تحكي فيه أنا نحس فيك تحكي بوجيعة طالبتوش تغيير القانون أو طرح قانون آخر على مجلس النواب مثلا طلبنا وكانت الأذان صاغية من السيد الوزير وقتها سيمو حمز العابدين واخدم ممليح على القانون هذائي وكان لاحظش أنا قتلك الفوق مئة سناء توراث اللي أقل من خمسين سناء مش توراث وبين خمسين ومئة سناء هذائك فما اللجنة تنظر فيه واضح واضح نعم في أخر لحظة ونأكد لك حتى سيمو حمز العابدين متفاجئ معانتها كيفاش ترفض وما تعداش وكذا معانتها نحنا نحنا كاتحات من تشكيليين من عام ١٦٨٠ فمبارشة حاجات اللي هي نشوفوها مرة عليها الزمن ونطالبوا أنها باش تتجدد وباش بكل صراحة أنها تعطي الشرعية للفنان كما قلت لك باش يعيش من فنه فإن شاء الله إن شاء الله اللي أمور تتبدل ونلقاوش كون يسمعنا ويمشي معانا وإن شاء الله خاطر أينك أستاذ ما عنديش مشكلة ربما طبعا صحيح نحب العمل المتاعي يتباع على البره صحيح كذا أما تقريبا مش عايش من الفن متاعي معانتها فما فنانين عنده عايش من الفن متاح هكا اللوحة كالتبيحة في العام والعامين هذي في الزوز لوحات هذي كم يعيش منه ولجنة الشراءات شنو دورها هنا لجنة شراءات دورها عندها ميزانية مليار وثمانمائة كنقسموها على عدد الفنانين راه ونلقاوه في حدود أربعمائة لوحة في العام تاخو تقريبا نعم عنديش المناء فابتني مليار وثمانمائة الف وثمانمائة مليون فابتني تونسي حتى بقتسمع مليار وثمانمائة تزيدها دولار وتزيدها كده لا هو حولها في سعب الأردني لأ الخطر هنا فهم حاجة نعاش تعرفها مدام أحليم وأنه الدينار الأردني أربعة فاصلة ثلاثة دينار التونسي عشرة قتل وراه ففنيه بدون تعليق دكتور إبراهيم وكيف هو الحال لديكم نعم نحن لنا الحرية في البيع والشراء أين ما نريد وكيف ما نريد ولكن هناك يعني ليس هناك سوق كبير للفن ولكن بحمد الله يعني أنا نفس يعني نفس الحال بالنسبة لأخي نزار أنا أستاذ جامعي وراهت بالحمد الله يكفيني ولا أعيش على الفن ولكن عندنا مشكلة تواجهنا أيضا معظلة لكل الفنانين في العالم العربي نعم نجد هناك يعني قلريهات عندنا تاخد 60% 60% 40% للفنان يعني الفنان اللي بيتعب على فنه على لوحته على تاريخه تجاربه بالأخير القلري هو اللي يسوق نعم التسويق عندنا فيه مشكلة تسوى داخل الأردن ولا خارج الأردن هناك يعني هناك تجد مرات جمعيات تستغل للفنان إلى حد ما بالنسبة لهذا المعرض أود أن يعني أنوه إلى شيء على فكرة هذا المعرض للتونسيين نصيب الأسد في المشاركة 23 تونسي المشاركي 13 أردني العدد الذي يليه وبعدين العداد الأخرى الجنسيات الأخرى الأعداد أقل فأقل دائماً بالنسبة لهذا المعرض نصيب الأسد يكون للدولة المستضيفة فهذا يعني يعني جانب طيب أود الحديث والإشارة إلى الآن أنه الباد المستضيف يجب أن يكون له نصيب الأسد في هكذا مشاركات مشاركات فنية ما رأيكم نمشي للأردن أريد أن تكون أحسنا نمشي نسمعو صوت انتبهوا جيداً لنطق قرروا اسمه عمر عبداللات 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 نعم عبداللات نعم شكرا 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 نعم نعم من أعلام المطربين الأردنيين عمر العبدالله ويشارك سنويا في مهرجان جرش ويكون على رأسه دائما ونعتز ونفتخر به كفنان أردني دكتور قدش من الزات مشتوقات في تونس السؤال باللغة الفصحة بالله يا حلام إيش اللي الزيارة تمتد إلى نعم نعم وصلنا اليوم وسنبقى للإثنين وعشرين إن شاء الله اللي هو الأربعاء القادم الأسبوع القادم إن شاء الله أربعاء مساء نكون خلصنا في لثاء كل الفعاليات والأربعاء نغادر أرض تونس الخضراء بإذن الله ممتاز يعني فيه وقت أنك تستمتع بتونس بدأنا المتعة من وقت حطينا رجلينا في المطار صدقيني والبرنامج اللي كان ذكره دكتور نزار طبعا برنامج تري وغني وصار بالتعاون ما بين محمد الهزيم ومرام وما بين الاتحاد على رأسهم نزار ما قديش ما قصروا في شيء لا بالاستشارات ولا في الضياف ولا بشيء دكتور نزار الافتتاح سيكون رسمي الافتتاح إن شاء الله بشيكون رسمي فما من يمثل وزارة الثقافة يوم 18 نذكر نهار 18 الساعة 5 فما من شاء الله إن شاء الله فما شكون يمثل بلدي تونس إن شاء الله يمنعوا أنه السيد الكتب العام مع أنتها يكون مع أنتها يشرف خاطر تحت إشراف بلدية تونس إن شاء الله يكون مع أنتها خاصة أنه ساهمت معاكم البلدية بلدية ساهمت معنا حتى وزارة الثقافة الحق ساهمت مع أنتها في بعض الأنشطة الأخرى هذه الزيارات إن شاء الله بشيكون مجانية فالمواقع هذه للأخوة حفل الاختتام والتكريم إن شاء الله يكون في مدية الثقافة إن شاء الله كيف كيف يكون سيتم تكريم مع وزارة الشمال الثقافية نرجع لإفتتاح إن شاء الله إن شاء الله يكون فيما عدد من السفراء فأحس بالتأكيد الوفد خطر سفراء الدول الممثلة في هذا المعرض هناك عدد كما أقوله سعاد سفير المملكة الهشمية الأردنية إن شاء الله بشيكون موجود أكد لنا فأحسن فما سعاد سفير دولة الكويت سعاد سفير فلسطين فلسطين عنده غلب عنده التزامات أخرى فما سلطنة عمان إن شاء الله سعاد سفير سلطنة عمان المهم أنه أغلب أغلب الدول المشاركة فما إن شاء الله بشيكون سفراءها موجودين هذين تأكدوا إن شاء الله من هنا الغدوة يجيونا تأكيدات أخرية خطر نحبوا سمحني هنا بالدرجة متاني نحبوها لما هذا هو أنا كنت بش نقول لك شنو بش تقول الجمهور يا خيتي سبقتني لما نحبوا نكون هناك لما أول حاجة أردنا معانتها أنه يكونوا الأخوة في ذيفيتنا راهو ذيافنا إن شاء الله الفنين تونسا معانتها التشكيليين المشاركين ولا غير المشاركين وقلوهم مرحبا بكم معانتها باش معانتها تفت تحضروا في الافتتاح هذية وباش معانتها تفرحونا بالذيوفمتانا وهذي هو التبادل الثقافي راهو راهو اليوم وتتطلعوا على الأعمال التشكيلي على تجارب تشكيلية أخرى تجارب أخرى ورؤية أخرى أخت الأعمال هذينا معانتها فنين تشكيليين معانتها يراوكين ندخل الكونتاكت مع بعضنا ونسمو بعضنا ونحكيو مع بعضنا إن شاء الله باش يكون إن شاء الله في نهار السبعتاش مساء معانتها في الليل معانتها سعى التعليل في النزل اللي يقوموا فيه فما معانتها ندوة يعني ليلة الافتتاح قبل الافتتاح بمعار قبل الافتتاح بمعار باش يكون واناك معانتها ندوة لتقديم معانتها ممارسة تشكيلي الفنانين تشكيليين فنان ولا اثنين فنان تشكيلي تونسي واضح كلمة أخيرة دكتور شكرا للشعب التونسي قبل كل شيء يعني هذا من الواجب أو أقل الواجب أن نشكر هذا الشعب العظيم على هذه الضيافة يعني والله أنا بدي أحكيها باللهجة العامية الأردنية حتى تكون يعني مصدرها القلب ومحطها القلب والله إني لما دخلت المطار إني شعرت بالحنين لمكان لأول مرة أزوره وكأني وكأني زورته عدة مرات من قبل وكأن لي هنا أشقاء ينتظرونني على هذا الباب والله أحكيها من قلبي حتى تصل إلى محطات قلوبكم فشكرا لكم شكرا لكم مرحبا بيك مرة أخرى شكرا لكم نورتنا في تونس وشرفتنا بحضورك أنت وكل الفنانين اللي من الدول الصديقة والشقيقة تفضل دكتور نزار كما أقول الكلمة برقية نشكروك إن شاء الله نعرف منتاج مي دعوة من خلال الإذاعة الوطنية إذا جميع المؤسسات الأعلامية سواء الإذاعية والتلفازية بشي واكبوا هذا الحدث مرحبا بيكم فبتنية الإذاعة الوطنية هي هي اللم هي بكل صراحة سنكون في الموعد بإذن الله إن شاء الله تكون هي موجودة وبقية بقية الإذاعات وبقية التلفازات التونسية مرحبا بيكم مشكور نزار مكديش الفنان التشكيلي الأستاذ الجامعي والممثل عن اتحاد الفنانين التشكيليين أيضا سعدنا بوجودك بحثينا الدكتور إبراهيم الخطيب الفنان التشكيلي والأستاذ الجامعي من الأردن استمتع بوجودك هنا بيننا شكرا وإن شاء الله ترجع لها مرات طبعا ومرات ألف شكر شكرا شكرا